اشتركوا في القناة 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 أحد الأشخاص فيما أن الثاني لا داب الفرار في اتجاه تحجاويت سلطة المحلية في مرات ورجال الدارك الملاكي والمواطنين في حالة ستينفار بلغ إلى علمهم بأن هذا الجدراري تيكري واحد الدار تم مفتاح الجاويت مشاول ديك الدار البوليس والجادرمية والمواطنين القاو بأن ديك الدار فيها بنت أدري وهذا الدري هو من هدوك المبحث عنهم هو اللي هدك المشتبه فيه اللي كان مع هدك هاد الجوية من اللي كأدخلوه باش أنهم يسرقوه الدار ديال واحد من الأعيان ديال البلاد تم ملي معروف بأن عنده الغنم عفوا هنا رجال الدارك الملاكي أنهم انتسقوا مع البوليس ديال مريرت وحاولوا باش أنهم يطوقوا الدار اللقاوا فيها جوج بنت وهنا هدي رسالة لأي بنت ها هي بنت شوف العلاقة بينها وبين هذا ولا ما نعرف كترة هاي غا تصدق عضو في عصابة في هاي دي رسالة لبنتنا وحتى الولادنا شوف دابا هاد السيد ما عرفوش بأنهم غا يدخلوه في محكمة عسكرية وبأنهم هزو السلاح وبأن القضية جيناية ايه ودابا غا تخرج لكمو وتقول لك ولدي مسكين ما دار حتى حاجة لا قبل ما أنك تديرها خمم بزاف شوف شوف أن الغريب في الأمر أن واحد في هاد أفراد العصابة كان جوندي وتعرف شكونا هي الخطورة ديال أنك تهسلح هزوا السلاح ومشوا وبتيروا في اسمه في بودا نطروا هنا في بودا نسقوا الناس مع رجال الضرك الملاكي يعتقلوا واحد وقالوا له فين صاحبك من بعد تحريت لدارها رجال الضرك الملاكي والناس ديال البوليس في حين أنه جات فرقة خاصة من مدينة خنيفرة لأن السيد عندك يكون عنده سلاح ورا عنده سلاح حاولوا بطرق ديالهم الخاصة من بعد ما اعتقلوا البنت اللي حلت الباب ولا هو تيهدد من الداخل في المهين دي بغا يدير البرهوش ولكن ما عارف ش رأسه بأنه تيلاعب بالنار هذا الشيء يوقع اليوم فهذا الأثناء ما زال حالة السين فرقة تعرفها إنه وحيد يا المريرس رجال الضرك الملاكي اللي جات فرقة خاصة من خنيفرة معهم رتب عليا طوقوا هذيك الضرك ورجات البنت اعتقلوها فالأخر هم يعتقلوه تم حجز بندقية الصيد أنباء تتقول بأن القو عندهم قرطة صحي شي تيقول من ثلاثة حتى العشرة المهم أنه كان السلاح ناري وكان القرطة عندهم هزين وماشي أنا غيجوي جا خاوية هذه رسالة لأولادنا شوف كي لعبوها الدرالي بعشر سنين خمستاش نعم دي الحبس هنا تم اعتقال اثنين لحد الساعة لا أنباء عنا ما قتل شي وحدها لأنه ياروج بأنه رأى هذك سيد قتل شي بنت هذي هذي رادي ما كيناش هو عسكري كلهم مازالين فري عند الشباب ديالهم هرزوا المستقبل ديالهم واليوم تنعرفو كين اليوم العالمي السجين احتفالات كينها وسط سجنة وهو واحد غادي يضاف لهم لليشي التهور دياله ضايرة ديال السرقة ديال ما بات يسمى بالفرقشية واحد ضايرة اللي منتشرة بزاف عدنا في المغرب العاميق وتنتمنى اي واحد انه شافش واحد براني او لا شافش حاجة ينسقوا بنتهم وينسقوا معنا مقدموا القيدو حتى لا جودان تجا درمية لأنك يتستغلوا هذي الناس بواحد طريقة مساكل لا حول ولا قوة لهم الا بالله العلي العظيم المصدر ضحيتهم كله تتلقى عندهم مسكين في ديالك القياطون الشيء اللي تيخلي ناس ما عندهمش الكبدة ما عندهمش الانسانية تيجي واستغلوا المعاناة ديال هذيك الناس يزيدهم معاناة في معاناة إذن إخواني هذه الحقيقة ديال ما بات يسمى بقضية الفرقشية اللي هزين سلاح في إقليم خنفرة وتيهددوا في عباد الله إذن رسميا تم اعتقال جوج لحت الساعة تم حز البندقية تم حز خراتيش حية البندقية لحت الساعة مصادر كتقول هي اللي كان يدول في مدينة مريض بأن تسرقت شي بندقية فيما أن آخرين يقولوا بأن رات سرقت غير شي واحد من عائلت أحد آآآ المتهمين إذن إخواني هذه الحقيقة هذه القصة والواقع ديال مدينة مريض النصيحة اللولة اللي استفدنا منها هي ديك البند هاي يا بند مش هات قلسة هي والدري فهذا داك البرتوش اللي كان ما نواتش بأن را غادي تدخل في الجيناية غادي تندمها وتهرس لحياتها وحيات واليديها الثانية وأن داك العسكري عارف الخطورة ديال السلاح وأن باشي السلاح ويخرج هو ويتعمد باشي يخرج ويهدد ويتلق في السماء كي تلقتي في السماء كي تلقتي في الأرض سؤني تابته هالجويجة وفيها القرطاص السؤال اللي بالخط العارض هو يجيب إعادة النظر في الناس اللي يعطينهم رخصة السلاح في المنازل ديالهم واش كي نبولاصة آمينة في نخزنات سيد سلح أو لا لا لأنك نشوفه آخر المتتبع واحد كي تلقاها من الروحال مسكين عنده غل خيمة ديالغة دي كي تنقل بها وهاز مسكين الجويجة والقرطاص عنده في هذه الخيمة لا قصة أننا يكونوا ديكو فرفور و الواحد ديما ما عمرو يحط القرطاص احدى الجويجة قاعدة عندك الرخصة حط الجويجة في جيه والقرطاش في جيه باش تلي بغاي يجامعهم حتى تكون انتلي انا عارف كل حاجة فيه كنشوفو دابا الاباء ديالنا وتنشوفو العائلات ديالنا في المغرب العامق اصبحتها تفبيت الضيف باش يتبهى بانا راحت كين تار جليت وكين ديكتاخ سمانيت كيما تيقولو كتلقا ثبيت الضيف حاط معلق الجويجة ومعلق قدامها القرطاص هادو اخطاء اللي كيكونو تيخرجو بالندمة ما زال كان نذكرو ديك المرامسكينة اللي قتلت راجلها في المربيع اللي يطلق صراحة لانه راجلها والاسف الشديد ما زال كان نذكرو الفاجعة اللي وقعت بسلاح في النواحي ديال سيدي عدي هاداك الاستاذ ليه الجويجة وبقت يتري في عباد الله في الطريق اذا هذا واحد الدرس الحمد لله ما مات حتى واحد بهذه الجويجة رجال الدرك هاو ما راشده الحمد لله العناصر اللي قوية واللي خاطر هو ان نحجزوا السلاح اللي كان عندها دراري هادو فالغاية من هاتشي كامل عفاكم اعادة النظر في توزيع السلاح البغريب رهباش حنا اننا صمدنا امام كل اعداء الوحدة التورابية كل ما بغي يخلوه بالامن ديال هاد البلاد هو ان وزارات الداخلية والقائمين بالشأل العام والامني على هاد البلاد مزيرين تلاعب بشي حاجة سميتها السلاح ليكون السلاح ابيض ولا هاد السلاح الناري فيجب عفاكم اعادة النظر في توزيع السلاح لانه ولو تستغلوا من الناس اللي ما عندهم شضامرها هوا مولاد المدينة غايدخلوا عند المغرب العامي غايدخلوا جويجها همانا وضروينا شكرا لرجال الدرك الملكي شكرا لاجهزة كلها اللي خدمت اليوم لانه في واحد الوقت خيالي وكانوا كيتصارعوا مع الوقت تم اعتقال الاسخاص بالجوج وتم حاجة السلاح وهذه رسالة لولادنا عفاكم اللعب بالنار شوفوا غيف والديكم وكل واحد السحاد مريض غادي يعرف العائلة ديال هادهم ساكن ختلقاهم عائلات لوانو ما عنداش حتى باشتشد مسكينة غير الكار تشوفك في الحبس في ابني من لان فرأفتان بلا وليدنا قبل اتجرو ايذا سيرق الناران اذا تحية وتبارك الله عليكم تحية لكم اخواني هادية حقيقة ربيك يفرجوا الله امين اذا الله يعطينا درية صالحة الله يهدي ولداتنا الله يحفظكم اخواني والله اجعل بلدي بلدا امنا يا رب تحية تحية خكم حميد الله قوي